السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. نهاردة هنتكلم عن طريقة استخدام وتسجيل الدخول على تليجرام ويب او تليجرام ديسكتوب. ازاي ان انا اقدر اسجل دخول واخش على حسابي التليجرام الخاص بيه على تليجرام ويب. تمام? وكمان على تليجرام ديسكتوب. بكل سهولة اول حاجة طبعا تليجرام ويب بكل سهولة ان احنا بنخش على الموقع ده طبعا جميع الرابط هنلاقيها اسفل فيديو وبيجي لي الشكل اللي قدامي ده. الشكل اللي قدامي ده بيطلب مني ايه? بيطلب مني حاجتين. اما ان انا امسح الرمز ده بحساب بتاعي الموجود على الجهاز عندي. تعالوا كده نجيب الجهاز عندنا شكله ايه? الموبايل بتاعي اللي عليه حساب التليجرام. ومسجل عليه دخول طبعا. زي ما احنا شايفين ده الموبايل اللي عندي اهو. بخش على التليجرام عندي على الجهاز الموبايل اللي انا مسجل دخول عليه. هنا مش هينفع تسجيل دخول. هنا بلازم انت تكون مسجل هنا على اه التليجرام على الموبايل بتاعك سواء اندرويد او ايا يكون اه نوع. تمام? وبضغط طبعا على التلات شرط اللي فيه دول. بروح على الاعدادات. ومن الاعدادات بروح على ومن الاجهزة بضغط على ربط الجهاز الحاسب. ربط الجهاز الحاسب بضغط عليها. بيزهر لي اه ان انا لازم اعمل اه زي ما احنا شايفين هنا سكان لقدامي ده. للكود ده اللي قدامي على المتصفح. بروح كده بالكاميرا. بعمل سكان ها. هيقوم عامل تسجيل اه دخول على التليجرام زي ما احنا شفنا كده دلوقتي. تمام? يبقى احنا كده بكل سهولة قدرنا نعمل تسجيل دخول على تليجرام مويب. تمام? ده تليجرام مويب زي ما احنا شايفين اهو. طيب لو انا بقى عاوز اعمل نفس الكلام على تليجرام آآ آآ بكل سهولة ده هنشرحه في فيديو آآ تاني بازن الله يبقى شرحنا هنا. ازي ان انا اقدر اربط آآ حساب بتاعي واعمل تسجيل دخول على تليجرام مويب بكل سهولة. زي ما يكون الشرح سهل وواضح. لو في انكم مشتركين معنا متنساش تفعل الجرس. علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.